خلال الساعات والأيام اللي فاتت شفنا طالبان وازاي قدرت تسيطر على أفغانستان وكنت اتكلمت في حلقة فاتت كيف سقطت أفغانستان واتكلمت عن إقليم بنجشير وازاي الإقليم بيستعد لمواجهة طالبان بقيادة أحمد شاه مسعود الإبن وأنا هنا مش هتكلم عن الإبن أنا هتكلم عن الأب اللي أنهى الحرب البردة المهندس اللي تغلب على قادة السوبيت العسكريين وقدر يتوقع حجماتهم ويحبطها وهزم السوبيت وخرج منتصر لدرجة أنه مسك منصب وزير الدفاع الأفغانستاني وأخذ لقب بطل الأمة الأفغانية فخليك معانا علشان تعرف قصة أحمد شاه مسعود بس في الأول لو أنت جديد معانا ما تنساش الاشتراك ولو من متابعيننا انزل دوس لايك ويلا بينا نبدأ أنا إسلام إبراهيم ودي الحكاية أحمد شاه مسعود الرجل الذي أنهى الحرب البردة اتولد سنة 1953 في ولاية بنجشير واللي معناها بالعربي ودي الأسود الخمسة وده كان من أسباب أنه تسمى أسد بنجشير بسبب انتصاراته على الغزو السوبيت كان أحمد شاه مسعود من الأطفال الأسكياء من صغره ونتيجة كده كان بيتكلم أكتر من اللغة زي اللغة الدارية وهي اللغة الأم وتعتبر لهجة من اللهجات الفارسية بجانب لغات تانية كتير زي الفرنسية والبشتية ومعرفته التمى باللغة العربية والإنجليزية كان والد أحمد شاه مسعود ضابط في الشرطة الأفغانية وعلشان كده لما تنقل أبوه للعاصمة كابل اتنقل معاه أحمد شاه وكمل دراسته السنوية هناك وفي الوقت ده كانت الاشتراكية بدأت تنتشر في العالم وكانت بدأت تصهر بعض الملامح دي على أفغانستان وهنا هو ما كانش مقتنع بالنظام الاشتراكي وكان شايف إنه ضد المبادئ الإسلامية وخلال الفترة دي كان دخل أحمد شاه مسعود كلية الهندسة في كابل وهنات كان نضم لجماعة إسلامية اسمها الشباب المسلمين وهي حركة ضمن الجامعية الإسلامية الأفغانية واللي رئيسهم هيبقى رئيس لأفغانستان في المستقبل وهو برهان الدين رباني وخلال الفترة دي وتحديدا سنة 1973 حاولت الحركة دي تقوم بأول عملية تمرد ضد الفكر الشيوعي وكانت ضد الرئيس الأفغاني وقتها محمود داود خان لكن العملية تكشفت وتقابض على عدد كبير منه لكن أحمد شاه مسعود قدر يهرب لباكستان وساب دراسته في كلية الهندسة وفي الوقت دا كان القائد العسكري في الجامعية الإسلامية هو قلب الدين حكمة يوح بدأ يقتنع أنه لازم من العمليات الإرهابية ضد المدنيين في مواكهة التمدد الشيوعي وهنا كان أحمد شاه مسعود معارض للمبدأ دبشت وبعد سنة تقريبا رجع أحمد شاه الأفغانستان وبدأ يقود أول حركة تمرد مسلحة ضد الحكومة الأفغانية الشيوعية الموالية للاتحاد السوفيتي وهنا كان فيه اتفاق سري بين أحمد شاه وقلب الدين حكمة يار أنه يعمل انقلاب عسكري على الحكم فأقرب فرصة لكن حكمة يار منفس وعده واضطر أحمد مسعود أنه يستسلم لكنه قدر يهرب مرة تانية لباكستان وفي سنة 1978 أسقط حكم الرئيس الأفغاني محمد داود خان على إيد حزب الشعب الديمقراطي وتأتل هو وعيلته كلها وهنا كانت فرصة أحمد شاه مسعود للرجوح مرة تانية لأفغانستان وقاد حركة التمرد ضد النظام الشيوعي في أفغانستان لكن خلال الاشتباكات اتصاب إصابة خطيرة وهنا كان أدرق فارق القوة بينه وبين القوات الأفغانية وأن الحرب النظامية غير مجدية مع الجيش الأفغاني ولابد من استخدام تكتيكات عسكرية تانية ولجأ بعدها الحرب العصابات ونجح في التكتيكات دي لدرجة أنه بقى واحد من أنجح قادة حرب العصابات في العالم وهنا هتحصل حاجة هتغير الوضع كله في أفغانستان وهي بداية الغزو السوفيتي سنة 1979 وبدأ أحمد مسعود في مقاومة الغزو السوفيتي وقدر يمنعهم من دخول الأقليم بنجاشير وقدر يصد كل الهجمات السوفيتية على الأقليم وهنا كانت بداية لقب أسد بنجاشير وكان أحمد شاه مسعود مش من دعاة الحرب لكنه كان شايفها وسيلة لإعادة بناء البلاد والتخلص من الشيوعيين وقال بعض المراقبين الدوليين وقتها إن مسعود كان مسؤول عن 60% من خسائر السوفيت في أفغانستان ونتيجة لكل اللي فات ده والمحبة اللي قدر يجمعها أحمد شاه مسعود كان برضو بدأت تتكون عدوات كتير ليه وكان على رأسهم قلب الدين حكمة يار واللي قاد عمليات كتير لمحاولة اغتيال أحمد شاه وكمان السوفيت حاولوا يقتلوه ورصدوا جايزة مالية لللي يقدر يقبض عليها لكن كل المحاولات دي فشلت درجة إن في سنة 1983 اضطر السوفيت لتوقيع هدنة مع أحمد شاه مسعود وبدأ أحمد شاه بعد المعاهدة في تجميع قواته وإعادة ترتيب الأولويات وكمان حاول يحصل على دعم سياسي دولي ويعزز المقاومة في مناطق تانية غير إقليم بنجاشير ده غير إنه قدر يستفاد من الصروات المعدنية اللي موجودة في أفغانستان وكنا تكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت تقدر تشوفها من الآي لفوق وفي سنة 1986 وتحديدا في شهر أغسطس بدأ عملية تحرير لشمال أفغانستان وإدر يحرر مناطق كتير لدرجة إنه قدر يسيطر على قاعدة عسكرية في طاجكستان التبعة للاتحاد السوفيت انت متخيل قدر يسيطر على قاعدة عسكرية داخل الأراضي السوفيتين وطبعا كل ده بسبب قراءاته الكتير في كتب حرب العصابات وده اللي خلاه بارع في نصب الكمائن والإغارة على القوات السوفيتية واللي كانت بتتفوق عليه عتاد وعدة وفي سنة 1989 انسحبت القوات السوفيتية من أفغانستان وبعدها بتلت سنين سقط الاتحاد السوفيتي وبعدها سقط النظام الشيوعي في أفغانستان وقدرت بعدها قوات كتير في أفغانستان من الجبهة الشمالية إنها تتحد وتكون جبهة جديدة اسمها الجبهة الوطنية لإنقاذ أفغانستان وقدروا يسقطوا الرئيس الأفغاني محمد نجيب الله سنة 1992 وأسسوا بعدها دولة أفغانستان الإسلامية واللي تعين فيها أحمد شاه مسعود وزير للدفاع وبدأ عدو اللادود قلب الدين حكمتيار محاربته بشكل جديد وشكل تحالف معادي للحكومة بينه وبين عبد الرشيد دستو وبكده تكون بدأت الحرب الأهلية في أفغانستان وبدأت تدخل أفغانستان في عمليات ضمار كاملة وانتشرت الفوضى فيها وهنا بدأت تصهر جماعة جديدة من بعض الطلاب المسلمين في كاندهار أيوة هم اللي بالك حركة طالبان اللي وصلت لحكم أفغانستان وحاول أحمد شاه مسعود وقتها أنه يشرك طالبان في العملية السياسية والديمقراطية لقنقض الطالبان رفضوا وقضوا حرب مسلحة ضده لحد ما قدروا يسيطروا على العاصمة كابل وأسقطوا الحكومة في 27 سبتمبر 1996 وانسحب أحمد شاه بقواته لشمال البلاد وبدأ يقاوم طالبان لدرجة أنهم عرضوا عليه منصب رئيس الوزراء مقابل أنه يوقف المقاوبة لكنه رفض العرض وبعد سنين وتحديدا سنة 2001 عرض عليهم أحمد شاه عمل انتخابات ديمقراطية لكنهم رفضوا طلبه وكان الطالبان في الوقت ده بتتبع نظام متشدد على الأفغان وكمان كانوا بيحموا قادة الجماعات الإرهابية زي تنظيم القاعدة وعلى رأسهم أسامة باللادن وبدأ أحمد شاه مسعود في الوقت ده يطالب المجتمع الدولي بتحرير الشعب الأفغاني من التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية وحذرهم من خطر الإرهاب اللي ممكن يطول العالم كله من وراء طلبان ويوم 9 سبتمبر 2001 وقبل يومين من أحداث 11 سبتمبر كان انتحى العنصرين من حركة طلبان دور مرسلين صحفيين عايزين يعملوا مقابلة معاه وبدأوا يجهزوا الكاميرا اللي كانوا حطينها قدام أحمد شاه وخرجوا يعملوا حاجة بره وفجأة انفجرت الكاميرا ويموت بعدها أحمد شاه مسعود اللي كان بيحلم بأفغانستان إسلامية إسلام معتدل يضمن حقوق كل الأبدان وبكده تكون خلصت حكاياتنا والحكايات جاية كتير لو انت جديد معانا ما تنساش الاشتراك ولو من متابعيننا انزل دوس لايك وشارك الحلقة مع صحابك ولو بتشوفنا على فيسبوك ما تنساش الفولو واللايك والشير أشوفكم الحلقة اللي جاية سلام اشتركوا في القناة